الحريري لكتلته النيابية لن أترشح ولا لوائح للمستقبل ومن يترشح فعل مسئوليته ونفقته وسأحل طيار المستقبل هذا ما خرج به أكثر من مقال صحفي في أكثر من موقع وصحيف اليوم عن الاجتماع الأخير لكتلة المستقبل حيث تقاطعت المعلومات حول عدم نية الحريري خوض الاستحقاق النيابي المقبل معلومات ينفيها عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار كلام غير دقيق إلا ما أقول أكثر يعني من ذلك بالاجتماعات اللي عبتحصل مع الرئيس سعد الحريري وكان آخرها الأسبوع الماضي كان حديث عن الوضع السياسي العام بالبلد وبالمنطق كان فيه هناك يعني إزبادك نقاش في هذا الموضوع الوضع العام والتقييم المرحلة السابقة هو اللي ينكبع عليه اليوم الرئيس سعد الحريري وقيدات تيار المستقبل لكي يبنى على أساسه على أساس هذا التقييم كيف العمل في موضوع الانتخابات النيابية القرار بالنسبة للانتخابات النيابية ترشيحا وخوضا هذا الأمر سيعلن الرئيس المستقبل بتصور بعد بداية العام الجديد يقال أن هناك قرار سعودة بإقفال بيت الحريري سياسيا عم نحكي لذلك سيترجم هذا القرار بعدم خوض الانتخابات برجع بإقلك أن الموقف المملكة العربية السعودية ليس من الرئيس سعد الحريري هو موقف من لبنان الرسمي لبنان الرسمي اللي بفعل التحالف الذي حصل بين التيار وطين الأرل وحزب الله ذهب إلى أخذ لبنان إلى المحور الإيراني وفيما التردد والغموط سيدا الموقف بالنسبة للاستحقاق النيابي المقبل لدى التيار الأزرق يبدو الحجار جازما بالنسبة لوضع تيار المستقبل كتنظيم سياسي أكد لك على أنه هذا الذي رأيناه اليوم والذي تسألين عنه في موضوع تيار المستقبل وأنه كل واحد يمحنا واحد وبدأ لتيار المستقبل هالأمر هذا قطعا لم يحصل ولن يحصل لن يحصل أي حل لتيار المستقبل قطعا لا إلا هذه بأحلام منهم في أعلى لموقف العداء والخصوص مع تيار المستقبل رغم نفي نواب تيار المستقبل صحة ما أثير إلا أن مصادر سياسية ترجح عبر الأوتي في أن يكون تسريب الخبر متعمدا من قبل المقربين من الحريري لخلق زوبعة في الداخل واستدرار عواطف الخارج ولكن هذا الأمر تتابع المصادر لا يلغي الواقع الصعب للحريري الذي فعلا لم يتخذ قراره النهائي بعد بحسب ما قاله لزواره ومن بينهم تيمور جنبلاط ووائل أبو فعور والنائب بهية وأحمد الحريري وهو يدرس جديا خيار عدم ترشحه إذا لم ينل الموافقة السعودية موافقة تبدو حتى الآن صعبة المنال إذا أما سبق تختم المصادر بأن وضع الطائفة السنية بات غير سليم رسمة أكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة إذا ما خرج الحريري من المعادلة فهل يعود التطرف إلى الساحة السنية من جديد؟ أم يتحول سمير جعجع إلى ممثل للسنة في لبنان؟